اول سؤال انجاوب عليه مما وصلنا من اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك السؤال من حساب الله معنا انا تزوجت لمدة 22 سنة وما كنتش بحب ولا مالي عين ذكرارا ولكن كان يرفض وبعدها حبيت شخص جدا ورفضت خلع ورفعت خلع وطلب مني اموال اللي هو جزء يعني مقابل طلاقي وبالفعل كان عليه مبلغ لي كان عليه مبلغ لي رفض سداده وما خدتش منه اي شيء مقابل طلاقي وفعلا تم الطلاق وتزوجته عايشة معاه يعني عايشة بقى مع الشخص اللي هي حبيته الاول ولكن قلبي دايما مش مرتاح رغم اني سعيدة مع زوجي ايه حكم خيانتي لطريقي وعدم راحة قلبي الان وهو حكمه انه هو سلبني حقوقي يبقى عندنا تلات مسائل كده المسألة الاولانية اذا مال قلب حد وهو في الزواج لحد تاني اذا مال قلبه بس ولا اثر في حق زوجه ولا عمل اي عمل غير شرعي وحبس قلبه وإيه اللي حاصل ومعملش اي معصية لا ده وتمعلوش اسم لكن عليه انه هو يقدب نفسه اه فيه فرق انهم معلوش اسم لان قلبه مال لكن عليه ماذا لكن عليه واجب ايه الواجب ده ده الراجل ده ما عملش اي معصية الراجل ده ما عملش اي معصية ولا الستة دي عملت اي معصية خالص لا هي اثرت في حقها ولا هو اثر في حقه ولا هو راح وتعامل مع الشخص التاني ده ولا عمل اي حاجة ده فقط مئم قلبه مال فيعمل ايه يتوب الى الله سبحانه وتعالى يعني يطلب من الله العون ويروح بقى يروح لمتخص اما يروح لمرب يربيه عشان يغير قلبه ده او يروح لمتخص لانه ممكن يكون مدفوع في ده من اضطراب نفسه طيب ده الحالة الاولانية الحالة بتاعتنا بقى يبدو لي والله اعلم ان في حاجة ما حصلت في حاجة كده حصلت حاجة حصلت يعني ايه لو كان لو كنا في الحالة الاولى مش هيبقى الوجع كده مش هيبقى عدم المسمحة كده مش هنسمي الكلام ده خيانة اما لو كنت مسميه الحالة الاولانية دي وانت كنت في الحالة الاولانية دي فدي بلاء اسمعي ده اسمه بلاء بيبتلي بيه الله سبحانه وتعالى بيه الناس عشان يختبر سبتهم على الحق ويختبر تمسكهم فاذا صبر الانسان خلاص لكن ان احنا هنا واضح ان بسبب هذا الشخص انت رحت وطلبت الطلاق يعني انت كنت ماشية 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 مستحملة مستحملة لما جي المسألة دي زادت وتيرة المسألة انت بتقول ان انت طلبت الطلاق مرارا وتكرارا فلما ظهر الكلام ده حصل بقى الاحتواء البديل فها طلبت الطلاق فهي بتقول اعمل ايه بتعملي ايه ايه انت طلبت الطلاق مرارا وتكرارا ثم ماذا اردتي انت اردتي ان لا تقعي في المعصية عن افترض انت اردتي ان لا تقعي في المعصية المرأة رحت للرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ماذا اني لا انكر على زوج يعني لا انكر لا خلقا ولا دينا ولكن اكره الكفر بعد الايمان ما بتحبش ايه تقع في الحرام وتخالف شرع الله سبحانه وتعالى بانه يتوسيء ليه فطلبت الطلاق فطلبت الخلق انت اللي عملتي ده زي ما في حديث رسول الله بس اهم حقا ما تكونش انت عملتي اي مخالفة شرعية فطلبت الطلاق فخلاص بما اني ما فيش مخالفة شرعية يبقى خلاص طيب يبقى دوت كمان مش حرام ويبقى جوازك صحيح ما فيوش اي حاجة طيب لو عملت معصية واتطلقت من جوزك لانك انت كرهة ومش راضياء ومش راضياء بيه تتوبى عن هذه المعصية وتستغفر ربنا عن هذه المعصية وزواجك برضو عيبقى صحيح يبقى انت زواجك ماله صحيح ليه انت خلاص طلقت من زوجك ده وانت كنت عايزة تطلقي ثم ذهبتي الى زوجك الى زوجك اللي انت فيه ده وزواجك تطلع صحيح طب انت مش مرتاحة ليه ولا حاجة انت مش مرتاحة لانك انت حصل لك ضغوط فالمفاهيم تدخلت عندك تدخل عندك مفهوم ايه مفهوم ان انت لما حبيتي حد وانت مع زوجك وانت كرها يبقى كده انت وقعت فيه الخيانة مع عدم وجود المخالفة لا المخالفة دي يعني ايه ما حصلش اي سوء اخلاق بينكم انتو الاتنين ما حصلش تواصل يخليكي بتعملي شيء غير مرضي لا ده وتمفوش حي تتوب إلي الله سبحانه وتعيشي وتعيشي بقى بقيت حياتك وانت خلاص طلقتي فطلقك صحيح لان المرأة قد تطلق من زوجها ليه لأمور كتيرة مش عيبه تطلق منه عشان تجوز حد تاني فاذا زوجك صحيح لان جنت ماذا اردت ان انت متعيشش مع حدي وتخدعيه وتخنيه فتطلقتي وروح تتجوزت حد تاني هل ده معنى كده بنقول للستات ان انتوا لو بقلبكم مال خلوا بقى نكون واضحين عشان محدش يقتضع الفتو بنقول للستات لو قلبكم مال اتطلقوا من أزواجكم وروحوا اتجوزوا اتجوزوا اللي قلبكم مال إليه لا في أوقات كتيرة ما بيحصلش الزوج ده بنقول لهم ايه في حاجة يا سادة عندنا اسمها تسكية النفس يعني في حاجة اسمها تسكية النفس في حاجة اسمها التربية والتربية دي بتفضل إلى أن نلقى الله فلازم نعمل الكلام ده السؤال الثاني بيقول جيب احنا بننصحك بايه بان احنا نسعى إلى أن مزيد من الأذكار نذكر الله كثيرا ومزيد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى ومزيد من الصلاة على حضرة النبي وننسى خالص مكان احنا توبنا إلى الله وانتهت المسألة واحنا دلوقتي في حياة جديدة ما ينفعش ان احنا ندخل في معاصي جديدة بان احنا نضيع حق الزوج الجديد طيب